اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فلا نحيينا حياة طيبة ومنه محمد الحمد لله حياة طيبة الله أكبر ولذلك وصيكم أن تعتمدوا على ربكم وتطلبوا العلم بالإخلاص بالله تعال مهما اتفقت الظروف وشهادة عصلت خير وإن لم تحصل لا تلتفت لها التفت إلى علمك حصل العلم حتى تذهب جهلك ثم ترشد الناس إليه وتنشر السنة هذه النية التي ينبغي اعتماد عليها وأما الرزق فعلى الله كم من الناس ما يحسن كرات الفاتحة وإنهم من يرى فكيف أنت؟ وقد حفظت القرآن هل تظن أن الله يعني يكسر في جانبك؟ ما في التقصير إنما التقصير هي الاتقال الفاسد وهذا وتوقعه على الله وتلب العلم لله وسترون نتيجته في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا كل الذين أعطوا العلم درجات هكذا أعتقد هذا تعلمون يعلموا هذا واستمعوا إلى هذا القول استماعا يعني من ينتفع به وهذه نصيحة ووصية إن شاء الله والظاهر وانا نانا